بطول 651 كم وضعت الإدارة المحلية لنينوى حجر الأساس لأكبر مشاريع الصرف الصحي على مستوى العراق في جانب المدينة الأيمان الذي سيستوعب جميع مياه الأمطار إضافة إلى تصريفها ومنعها من التجمع في مكان واحد هذا المشروع يتضمن بفقراته بحدود 700 كم طول مجاري بالإضافة إلى 3.5 مليون متر مربع وثلاث محطات رفع هذه جميعا ترتبط بمحطة المعالج التي تم تنفيذها إن شاء الله سنلغي السواق والوديان ونبلط الشوارع وبالإضافة إلى أعمال أخرى سنقوم بتنفيذها وندرجها ضمن فقرات المشروع رغم العراقل التي وضعها البعض أمام هذا المشروع الذي وصف بالعملاء قيل أن إدارة المحافظة أصرت على إنشائه بعد تخصيصها للأموال وإحالته إلى شركة مختصة من أجل إكماله نحن قاتلنا في سبيل أنه نجيب هذا المشروع لمدينة الموصل بعد أن حاول قسم أن يعرقل هذا المشروع ويعد جانب الموصل الأيمن ومناطقه التي اعتاد سكانها على تجمع مياه الأمطار وصعوبة تصريف مياه الصرف الصحي إلا أن هذا المشروع سيخدم عموم أهالي ضفة اليمنى من المدينة للقضاء على إية تجمعات للمياه عمر أزيدوان نيوز الموصل